تشرفت اليوم باستكبال رئيس وزراء إيطاليا البروفيسور ماريو دراقي في زيارة رسمية إلى فلسطين علاقة فلسطين بإيطاليا علاقة قديمة وحميمة ومبنية على الصداقة والاحترام المتبادل ومبنية على احترام القانون الدولي والتعاون المشترك بين بلدينا ولا ننسى إعلان البندقية في عام 1980 الذي نادى باسم أوروبا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بحثت مع سيد رئيس الوزراء القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والحاجة إلى ملء الفراغ السياسي الذي تعيشه المنطقة الآن وأطلعت دولة الرئيس على الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها الحكومة سواء كان ذلك باجتياحات المسجد الأقصى المنتظمة من قبل دولة الاحتلال وكذلك تصعيد وطيرة الاستيطان والاستعمار وإرهاب المستوطنين وكذلك القتل الممنهج للأطفال والنساء والصحفيين وغيره وطالبت أن نعمل سويا من أجل حماية حل الدولتين وإنكاذ حل الدولتين من الدمار الذي تقوم به الإجراءات الإسرائيلية وتمنيت على دولة رئيس الوزراء أن يساعد فلسطين من أجل إنجاز الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي بما يشمل مدينة القدس والمهم بمكان أن الإيطاليا دولة صديقة وإيطاليا تقدم مساعدات سخية لفلسطين وهذه المساعدات تشمل جميع مفاصل والقطاعات الاقتصادية الفلسطينية واليوم تم توقيع خمسة اتفاقيات بقيمة 17 مليون يورو تشمل قضايا متعلقة بالصحة والسياحة والتشغيل والإحصاء ودعم القطاع الخاص أتقدم بالشكر مرة أخرى للصديق البروفيسور ماريو دراقي على زيارته وأقدر عاليا روح التعاون والصداقة بين بلدينا وأنكل له تحيات سيادة أخي الرئيس أبو مازن الذي لو كان هنا لتشرف بزيارته أيضا مرحب فيك وأهلا وسهلا شكرا